بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حلقة جديدة من برنامجكم فتشوا الكتب والنهاردة بنعمة ربنا نبتدي العهد الجديد أفكركم العهد القديم كنا قسمناه إلى أربع أنواع من الكتب أول مجموعة مجموعة التوراة اللي كتبها موسى النبي وبتحكي لنا قصة الخلق والسقوط والبدايات كلها والشريعة بعد كده خدنا الأصفار التاريخية وفيها استعراض لحياة شعب الله من أول يعني أبونا إبراهيم كشخص مختار وبعد كده مشينا مع إصحاء ويعقوب ودخلنا على من أول موسى النبي من بعدها يشوع يستلم الأصفار التاريخية القضاء صمويل الأول والتاني ملوك أول وتاني أخبار أيام أول وتاني وهكذا تالت مجموعة من الكتب هي أصفار الأنبياء والأنبياء بيقولوا لنا إرادة الله من نحيتنا كبشر وكانت إرادة الله دايما مع اليهود أن هم يتوبوا ويرجعوا لربنا فكل الستاشر نبي بيتكلموا عن توبوا ويرجعوا لربنا مجموعة أخيرة من مجموعات العهد الأديم هي مجموعة الأصفار الحكمية أو الشعرية زي المزامير وأيوب والنشيد والأمثال وكلها بتعلمنا زي نعيش في الحياة دي مقدسين لله ونرضي ربنا في كل حكم هنبتدي النهاردة العهد الجديد وزي ما أنتم عارفين العهد الجديد 27 كتاب 27 سفر أربع أناجيل سفر وحيد لأعمال الرسل رسائل بولس ورسائل غير بولس رسائل بولس الرسول ورسائل الكاثول يكون وكمان في الآخر ننتهي بسفر الرؤية تلاحظوا نفس التأسيم اللي ميشي على العهد الأديم نقدر نمشي على العهد الجديد يعني التوراة خمس أصفار لموسى يقابلهم الأناجيل الأربعة الأصفار التاريخية اللي في العهد الأديم يقابلها سفر أعمال الرسل الأصفار الحكمية أو الشعرية يقابلها الرسائل بنوعيها رسائل بولس أو رسائل الكاثول يكون أصفار الأنبياء الكتير اللي في العهد الأديم يقابلها سفر وحيد وسفر الرؤية دايما ييجي سؤال مشهور إعلقة العهد الجديد بالعهد الأديم العهد الأديم والعهد الجديد يمثلوا كتاب واحد بقسمين لأنه تكلم أناس الله القدسون مصوقين من الروح القدس القاعدة دي تسري على كتاب العهد الأديم وكتاب العهد الجديد إذن الكاتب الأساس للعهدين هو روح الله هو اللي قاد الأنبياء في العهد الأديم أو الرسل في العهد الجديد لتسجيل الوحي لإله فإذن هو كاتب واحد وكتاب واحد وكلمة إنجيل معناها بشارة مفرح فلما نقول الآن جيل نقصد هو إنجيل واحد لكن اتكتب مرة على يد متة ومرة على يد مرؤس ومرة على يد لقى الرسول وأخيرا على بواسطة يحن الرسول إنما فكرة الإنجيل يعني الخبر الحلو بتاع مجيء المسيح لعالمنا والخلاص اللي قدمه للبشرية هو موضوع واحد ولكن كتب على يد أربعة من الكتاب زي ما بنقول إن الأنبياء كتبوا رسائل كتيرة أو نبوات كتيرة لكن موضوعهم الأساسي موضوع واحد يا ناس توبوا وارجعوا الربان العهد الجديد بدأت كتبته تقريبا من سنة خمسين ميلادي يعني أنتوا عارفين أن حياة ربنا سؤاله المجد خادت مثلا من سنة واحد إلى سنة تلاتة وتلاتين بعد كده الكنيسة كانت عايشة بما استلمته من المسيح عبر الأباء الرسل وكانوا بيصلوا أدسات وبيعمدوا وعايشين حياة مقدسة وكل التعليم اللي قالها المسيح بيعلموا بيها وينشرها في كل البلاد من بداية النص الثاني من القرن الأول ظهر الاحتياج لتسجيل حياة ربنا سؤاله المجد أول واحد كتب كان معلمنا مرقص الرسول ويعتقد أنه كتب إنجيله في مصر ومرقص الرسول لأنه كان مجغول بتبشير بلاد تخضع للبلاد الرومانية فكان كتابه أساسا للرومان وعشان كده ماري مرقص ركز في إنجيله على تقديم المسيح القوي لأن جماعة الرومان يعشقوا القوة ويمجدوا القوة وعندهم آلهة التسلم بالقوة فماري مرقص ما ركزش على تفاصيل ميلاد المسيح وبعض الحكايات إنما دخل على طول على قوة ربنا يسوع له المجد وبدأ إنجيله بصوته صارخ في البرية أعده طريق الرب وعشان كده بنمثل لإنجيل مرقص بالأسد فيبقى إنجيل مرقص تكتب في أول الخمسينات وتكتب للرومان وتكتب عشان يقدم المسيح القوي والمثل الأساسي بتاعه هو صورة الأسد وبرضه بالمناسبة معلمنا مرقص ركز في التلت الأخير منه على آلام المسيح له المجد إزاي ربنا يسوع احتمل الآلام من أجل خلاص البشري بعد كده نلاقي ماتة ولو أكتبه إنجيل ماتة تكتب لليهود في آخر الستينات تقريبا معلمنا ماتة لأنه يهودي الأصل وكان اسمه لاوي وكان عشار وكان عايش في البلاد اليهودية لأن في يهود لسه مش قادرين يصدقوا إن المسيح له المجد هو المسيح المنتظر بتاع النبوات فمن هنا معلمنا ماتة كتب إنجيله عشان يثبت إن المسيح هو الملك المنتظر من اليهود وعشان كده إنجيل ماتة يبدأ بشهادة ميلاد لربنا يسوع له المجد يعني بيذكر نسب المسيح إزاي يرجع إلى أبونا إبراهيم وإزاي يرجع إلى داود الملك حسب النبوات تقريبا لا يخلو إصحاح في إنجيل ماتة من نبوات من العهد الأديم ومركز على المسيح الملك لأن اليهود عاوزين ملك منتظرين ملك فدي ملحوظة مهمة إن إنجيل ماتة أكتر إنجيل فيه نبوات لأنه بيخاطب اليهود وفي ذكر للناموس والشريعة لأنه بيكلم عقلية يهودية وبيركز على المسيح الملك لأن اليهود منتظرين ملك وعشان كده تلاحظوا أمثال الملكوت مذكورة بالتفصيل في إنجيل ماتة وذكر كلمة ملكوت جاي أكتر ما يمكن في إنجيل ماتة معلمنا لوأة كتب لمجموعة ثلثة هم جماعة اليونانيين اليونانيين مش القوة اللي تبهرهم ولا النبوات وتاريخ اليهود ما يشغلهمش إنما جماعة اليونانيين عقليتهم متأثرة بالفلسفة دول بقى أحفاد سقراط وأفلاطون وأرستو وجماعة اليونانيين بيبحثوا عن المثاليات عن الإنسان الكامل عن المدينة الفاضلة عن البشرية في أحسن صور من هنا معلمنا لوأة لما كتب عن المسيح له المجد أولا كتب بالتفصيل وذكر قصة ميلاد المسيح له المجد بالتفصيل والبشارة للعدرة وأبلها البشارة ليحنى وألي صبات لأنه اليوناني يحب الطفولة ويحترم المرأة وعندهم معاني إنسانية كتير فمعلمنا لوأة بالحكمة المعطى له بالروح القدس كتب إنجيله للجماعة اليونانيين عشان يحكي نفس حكاية المسيح اللي حكاها مرؤس للرومان وحكاها متأ لليهود هو بيحكيها لليونانيين لأنه يوناني الأصل وبيكلم يوناني حلم عشان يقدم لهم المسيح صديق البشري المسيح مخلص العالم المسيح الإنسان الكامل والإله الحقيقي في نفس الوقت فمعلمنا لوأة لحظه إنه يكثر من التاريخ ومن القصص لكن مش بنفس الدرجة بيذكر الأعمال زي ما ذكرها معلمنا مرؤس اللي ركز على المعجزات والأعمال لأنه مركز على المسيح القول كأنه أبقنا التلاتة دول معلمنا ماتة معلمنا مرؤس ومعلمنا لوأة كتبوا ما بين سنة خمسين وسنة سبعين بعد كده سقطت أرشالين في سنة سبعين وتشتت المسيحيين في العالم وانتشرت الكرازة بسرعة جدا وكل التلاميذ تقريبا راحوا السماء في السبعيناء قبل سبعين ميلادي بقى يحنى الحبيب وقعد لغاية ما دخل في الآخر عشر سنين من القرن الأول وابتدت تظهر بدع بتقول إن المسيح له المجد إما شخصية مش حقيقية وإما إن المسيح ما هواش إله حقيقي من هنا بدأ يحنى وهو شيخ عجوز حوالي قرب سنة مية يكتب إنجيله عشان يأكد إن المسيح له المجد هو الإله الحقيقي وعشان كده إنجيل يحنى من قدرش نعتبره تكتب لفئة معينة زي اليهود أو الرومان أو اليونان إنجيل يحنى بالذات تكتب للعالم كله وهو يؤكد حقيقة واحدة أساسية أن المسيح هو ابن الله الحقيقي وهو مخلص العالم وهو ده اللي ذكره في آخر إنجيله عشان كده إنجيل يحنى يبدأ بداية مختلفة عن كل الأنجيل مش بيذكر كيف بدأ المسيح ميلاده أو خدمته إنما يذكر ميلاده الأزلي من الآب يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وبعد شوية يقول الكلمة صار جسدا وحل بينه إذن الأنجيل الأربعة هي إنجيل واحد بيقدم صورة متكاملة عن ربنا يسوع له المجد من ناحية كونه يهودي الأصل فهو مكمل للنبوات من ناحية كونه الإله الحقيقي صاحب السلطان والمعجزات من ناحية كونه الإنسان الكامل لأن ناسوته لم يفارق لهوته لحظة واحدة وأخيرا ألوهيته الوضحة في إنجيل معلمنا يحن إن كان معلمنا مرؤس بيمثل بالأسد فمعلمنا لؤى بيمثل بالزبيحة أو الثور لأن المسيح لو المجد هو الزبيحة الجاية فدى للعالم كمان معلمنا متى يمثل بالإنسان لأن اليهود منتظرين ملك على الأرض أما إنجيل يوحنى فنمثله بالنسر لأنه يحلق بينا في سماء اللهوت التلات إنجليين الأولانين متى ومرؤس ولؤى في قصص كتيرة متقربة متشبهة لأنهم كتبوا في ظروف متقربة وقدموا رسالة لكل فئة بنفس المعغزة أنهم يحكوا حكاية المسيح له المجد الأنجيل دي انتشرت والناس عرفت كل القصص المعروفة عن حياة ربنا يسوع فلما كتب يوحنى بعدها بحوالي 30 سنة ما كانش محتاج يعيد القصص اللي ذكرها متى ومرؤس ولؤ من هنا اللحظ الفرق الكبير اللي بين إنجلي يوحنى وبين الأنجيل بالتلاتة الأولانين لأن إنجلي يوحنى كتب في وقت متأخر عنهم والناس كانت سمعت أغلب المعجزات والحكايات اللي حكاها البقين فإنجلي يوحنى تلحظه أنه بيحكي قصص لم تحكي يعني مثلا حكاية مقابلة ربنا يسوع معني قديموس في يوحنى ثلاثة أو السامرية في يوحنى أربعة أو مريض بتحزة في يوحنى خمسة أو مثلا مولود أعمى في يوحنى تسعة قصة قامت لعزر يوحنى عشرة يوحنى حداشة القصص دي كلها لم تذكر في بقية الأنجيل لأنه كان يوحنى بيذكر الجديد اللي الناس ما تعرفوش وإن كان ذكر بعض القصص من نفس اللي ذكرها متى مرء سلوءة زي الخمس خبزات والسمكتين دخول المسيح ورشاليم لأهمية الأحداث اللي زي كده دي مقدمة سريعة عن الأنجيل الأربعة دي سلمنا إلى سفر أعمال الرسل سفر الأعمال كتبوا لوقة طبيب ومعلمنا لوقة يتسم في كتابته لأنه فنان وطبيب بالدقة زي ما كتب إنجيله بتطقيق كتب كمان سفر الأعمال كمؤرخ لحياة الكنيسة الأولى وكأنه أرخ للمرحلة من بعد صعود ربنا يسع له المجد حوالي سنة 33 مثلا لغاية أول الستينات من القرن الأول فكأن الأنجيل حكت أول 30 سنة من القرن الأول سفر الأعمال بيحكي تاني 30 سنة من القرن الأول سفر أعمال الرسل هو المرجع الأساسي لحياة الكنيسة لأن إحنا بنرجع ونشوف الكنيسة الأولى عاشت إزاي صلوا إزاي صاموا إزاي كانوا بيكتمعوا إزاي المجمع الأول اللما عملوا عملوا إزاي الأضايا والمشاكل اللي كان بتقبلهم فكرة الكرازة والانتشار للعالم الأسرار المقدسة اللي احنا عايشين بها كل ده هتلقوه في سفر الأعمال سفر أعمال الرسل الجزء الأولاني بيركز على شخصية معلمنا بوتروس لأنه كانت الكرازة لسه في حدود البلاد اليهودية ومعاه شوية القديس يحن الحبيب وبقيت الرسل بعد شوية لما يظهر شاول الترسوسي ويتحول إلى بوليس المبشر نتنقل نقلة تاني إلى بلاد أسيا وأوروب وندخل على الكرازة فكأن التلت الأولاني التركيز فيه على معلمنا بوتروس والقديس استفانوس وبلاد اليهود إنما التلت التاني عن بشارة أو كرازة معلمنا بوليس الرسول في أسيا وأوروب التلت الأخير من سفر الأعمال بيكلمنا عن سجن بوليس الرسول وتلاحظوا أنه اللقى الطبيب كان ملازم للقديس بوليس جزء كبير من حياته عشان كده تقريبا من نص سفر الأعمال تلاحظوا أنه ابتدى يتكلم معلمنا لقى بلغة النحن يعني يقول إحنا رحنا وجينا كان قبل كده بيقول راح وجوم وحصل إنما في الجزء الأخير من سفر الأعمال بيذكر نفسه كشخص ملازم لبوليس الرسول فبيتكلم بلغة الحاضر فبيقول حصل لنا كذا وروحنا وعملنا سفر أعمال الرسول هو المرجع الأساسي للكرازة إزاي بوليس الرسول يوعظ للوسانيين لأول مرة إزاي كان بيكلم اليهود إيه فرق الخطاب لليهود عن خطاب للوسانيين إزاي كنيسة بتكسب نفوس من كل بلد ومن كل لغة وفي الآخر بوليس الرسول بيتسجن ويترحل من بلد لبلد لغاية ما يوصل روما ومن روما يبعث رسائله وهكذا ده يدخلنا على رسائل بوليس الرسول رسائل بوليس الرسول 14 رسالة ما تكتبوش في نفس الوقت اتكتبوا في مراحل مختلفة من حياة بوليس الرسول ومفيد قوي أن الواحد قبل ما يقرأ الرسالة يعرف إمتى كتب الرسالة وتكتبت ليه هنقول لكم باختصار فكرة إمتى وليه كل رسال بوليس الرسول ما شافش المسيح بعنيه بالجسد ما تذكرش كده إنما آمن بربنا ينسوه له المجد بعد صعود المسيح لما ظهر له هو رايح دمشق عشان يعزب المسيحيين ويمسكهم وقال له شاول شاول لماذا تتطهد بعدها اتعمد على يد حنانية وبعد كده راح ورشاليم كانوا هيموتوه وبعدين راح ترصوصه وبعدين برنابة خده على أنطاكيا واستقر في خدمة أنطاكيا من وقتها بدأ بوليس الرسول يطلع رحلات تبشرية رحلة تبشرية دي عبارة عن سفرية داخل أوروبا تاخد سنتين ثلاثة ويبشر في كل بلد ويعمل كنايس ويرجع تاني أنطاكيا يحكي الزميله ويصلوا مع بعض بعد رحلة تبشرية الأولى حصل مجمع أرشاليم بسبب بدعة التهود أن في يهود قالوا المسيحين قالوا لازم المسيح يبقى يهودي الأول وأصروا على فكرة ختان المسيح طبعا بوليس تحدى الفكرة دي وقال لهم دا يعطى العمل ربنا يسوع والخلاص اللي عملوا بدمه فأصر أنه ينزل للأباء الرسل وألتقي بيهم وياخد منهم كلمة أنه لا لزوم للختان بالنسبة للمسيح لما طلع الرحلة التبشرية التانية في الوقت دا الجماعة اللي كانوا في تسالونيكي اللي بشرهم أثناء الرحلة الأولى وقع عليهم اضطهاد شديد من اليهود يعني المسيحيين اللي من أصل يهودي بقوا هليهم بيعزبوهم بسبب أنهم بقوا متنصرين أو بقوا مسيحيين من هنا دخلنا في مرحلة اضطهاد شديد فبولس الرسول بعت أول رسلتين تسالونيكي الأولى والتانية عشان يصبر المسيحيين المعذبين ويقول لهم ربنا يسوع جاي وهيجازيكم خير على كل تعبكم وأيضا هيجازي الأشرار بعد على كل قسوته إذن تسالونيكي الأولى والتانية دول أول رسلتين اتكتبوا في أول الخمسينات بعد مجمع الأرشاليم الأول عشان يصبر الجماعة المؤمنين اللي افتسالونيكي على الاتهات والموضوع الأساسي اللي في الرسلتين دول المجيء التاني لأنه بيكلم الناس عن قد إيه المسيح الربيجي فطويلوا بالكم واحتمل بعد كده طلع الرحلة التبشرية التالتة ودي كانت خادت وقت طويل قوي ووقتها حصل مشاكل في بلاد كتير في كورونسوس مثلا حصل مشاكل زي الأحزاب وزي التشكيك في القيامة والتشكيك في التناول والناس بقى قاضي بعضه قدام القضاء المدني مشاكل كتير أولى فبعت رسالة كورونسوس الأولى يحل المشاكل دي كلها فكورونسوس التانية كمل حل المشاكل وركز على مشكلة التشكيك فيه هو يعني بعض الناس بقوا يشككوا في بولس نفسه ويقولوا ده مش رسول فبدأ يدافع عن رسوليته فعشان ما نتلخبطش نقول كورونسوس الأولى والتانية دول رسالتين بيحل فيهم المشاكل يبقى كده باختصار نقول كورونسوس الأولى والتانية أثناء الرحلة التالتة لحل المشاكل فنفس الوقت كانت مشكلة التهود أو الجماعة اللي قالوا المسيحي لازم يبقى يهودي انتشروا في بعض البلاد لدرجة وصلوا روما فبعت رسالة روميا روميا هي روما عشان يشرح مفهوم الخلاص ويعالج البدعة اللي حصلت بتاعة التهود يرد على الأفكار الغلط إن المسيحي لازم يبقى يهودي ولازم يختتن ولازم يخضع للسبت والنموس فرسالة روميا بتحكي لنا مفهوم الخلاص المسيحي وإنه ما عادش فيه لزوم للختان وللنموس زي الأول نفس الفكرة كانت في رسالة غلطيا اللي بعتها من نفس الوقت يبقى كمراجعة أول رسالتين تسالونيكي الأولى والتانية أثناء الرحلة التانية والموضوع الأساسي المجيء التاني بعد كده أربع رسال كبار كلهم فيهم مشاكل كورنسوس الأولى والتانية روميا وغلطيا بعد كده بولس الرسول تسجن وترحل من أرشاليم لقيصرية ومن قيصرية لغاية روما ولما وصل روما بعت أربع رسال تانية وصيّرها شوي أقصر من المرحلة اللي قبل كده هو كان فرحان في السجن وكان فرحان أنه وصل روما لأنه كان يعني يحب يوصل روما لأنه روما دي مركز العالم ساعت العالم كله محكوم بالدولة الرومانية فكان عنده رجاء لما روما تبقى مسيحية العالم كله يخضع للمسيح فمن السجن بعت أربع رسال مفرحة مبتهك فيها أفاسوس وفيليبي وكلوسي وفيليمون أفاسوس ركز فيها على فكرة الكنيسة وعمل المسيح في خلاص البشرية كلها فيليبي كان فرحان قوي لأنه كان عارف أنه هيطلع براءة المسيح لو المجد قال له أنه المرة دي هضيطلع براءة بينما كل الناس متوقعا أنه هيموت لأنه هيتحاكم قدام نيرون ونيرون ده ما كانش عائل أوي فكتب إفرحه في الرب كل حين وأقول أيضا إفرحه وفرح الناس المتعذبة في فيليبي بأخباره الحلوة وقال لهم أنا دايما فرحان برب رسالة كلوسي كان واحد من تلاميذ بشر في كلوسي ولقوا متلخبطين في لهوت المسيح فبدأ يشرح لهم إزاي المسيح هو الإله الحقيقي القدوس الكامل المسخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم أخيرا رسالة فيليمون ده فيليمون ده كان واحد من تلاميذه وكان له عبد سرق منه وهرب انسمه أنسيموس أنسيموس ده تعابل مع بولس جواه السجن وكان حرامي يعني مسجون زيه وبولس الرسول بشره وعمده جواه السجن فبقى زي ابنه فرحان به وقاله لازم ترجع تعتذر لسيدك فيليمون وخد الجواب ده معاك عشان يعرف أن أنا مسؤول عنك بعد كده رسالة كلها حب من إصحاح واحد بين بولس الرسول الأب الفليمون والأنسموس وازاي رجع السلام بينهم مرة تانية يبقى ده أربع رسائل تاني أثناء السجن رسالة أفاسوس رسالة فيليبي رسالة كلوسي رسالة فيليمون كده خلصنا كام عشر رسائل عندنا رسالتين تسالونيكي الأولى والتانية أثناء الرحلة الثانية عندنا أربع رسائل أثناء الرحلة الثالثة اللي هما روميا وغلاطيا وكرونسوس الأولى والتانية عندنا أربعة تاني صغيرين أفاسوس وفيليبي وكلوسي وفيليمون فاضل آخر أربعة لأنهما كلهم 14 لما خرج من السجن وابتدى يبشر تاني كان عارف أن أيامه قلت فبدأ يبعت رسائل لتلاميذ والأسقف بعت لتيموساوس تلميذ القريب ليه قوي رسالة تيموساوس الأولى بعت لطيتوس لأنه عمل أسقف لكريت وبعت ساعتها رسالة للعبرانيين عشان يقول لليهود أنا من الأصل يهودي زيكم وأنا بحب العهد الأديم جدا وأنا مش ضد موسى في حاجة بس العهد الأديم كله بيتكلم عن المسيح فرسالة العبرانيين يفهموها اليهود أكتر مننا لأنه بيكلم من صميم العهد الأديم ويركز على ربنا يسوع إزاي كهنوت العهد الأديم يشاور على المسيح إزاي زبايح العهد الأديم بتركز على المسيح إزاي الملايكة اللي مذكورين في العهد الأديم أقل جدا من المسيح له المجد إزاي فكرة السبت تتحول إلى يوم الحد إزاي رجال الله القديسين اللي في العهد الأديم كلهم عاشوا بالإيمان اللي احنا بنكمله في العهد الجديد يبقى هي دي الرحلة اللي بتربط العهدين في رسالة العبرانيين أخيرا لما دخل السجن آخر مرة وكان عارف خلاص أنه رايح السماء كتب رسالته التانية لتيموساوس اللي بنسميها رسالة الوداع اللي قال فيها جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر يبقى كده استعرضنا 14 رسالة لبولس الرسول تسالونيكي الأولى والتانية الوحدهم وبعدين الأربعة الكبار كورنسوس الأولى والتانية روميا وغلطيا وبعدين أربعة أصغر هافسوس فيليبي كولوسي فيليمون وبعدين الأربعة الأخرانيين بتوع الرعاة موساوس وطيتوس ورسالة العبراني بولس الرسول كان مركز على دور نعمة ربنا سعيد ذكر الجهاد كتير قوي لكن احنا تلاحظوا في الأداس لما الشماس يقرى البولس يقول نعمة الله الآب تحلى على أروحنا جميعا كأن ملخص كلام معلمنا بولس بيركز قدي نعمة ربنا اللي فدانا تكمل عمله وتوصلنا السم رسائل الكاثوليكون كتبوها أربعة هم القديس يحن الحبيب كتب ثلاث رسائل قديس بطرس الرسول كتب رسالتين القديس يعقوب كتب رسالة والقديس يهوزة أخو يعقوب كتب رسالة أخر سبع رسائل بنسميهم رسائل الكاثوليكون يعني الرسائل الجامعة تلاحظوا الرسائل بتاعت بولس الرسول موجهة إما إلى كنيسة في بلد زي فيليبي أو أفاسوس وإما إلى شخص زي فيليمون أو تيموساوس أو تيتوس إنما الرسائل الجامعة بس بنقولها رسالة بوترس الرسول الأولى رسالة يحنى الأولى إذن هي رسائل جامعة يعني بتخاطب الكنيسة في كل مكان رسائل الكاثوليكون يمكن بتركز أكتر على جهاد الإنسان أو ده التعبير اللي احنا خدناه في نهاية الكاثوليكون في كل أداس يطلع الشماس يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم العالم يمضي وشهوته معه أما الذي يصنع رضة الله فيثبت إلى الأب فكأن فيه تكامل الرسائل في تقديم مفهوم النعمة نعمة ربنا وجهاد الإنسان رسائل الكاثوليكون متقربة في المفاهيم رسالة يعقوب رسالة عملية جداً بيكلم فيها عن السلوك المسيحي بيركز زي الواحد يحب الإنجيل وأن الإيمان بدون أعمال ميت واللسان لازم يبقى نقي والإنسان يبقى عنده حكمة روحية ويهرب من الغنى والحب الماديات الزيادة ويحب الفؤرة ويهتم بيهم رسائل بطرس الرسول الأولى والتانية بتركز على الآلام لأن الكنيسة كانت متطهدة وإزاي الواحد يحتمل الآلام بصابر ويحط تعنيه على السماء وينتزر المجيء الثاني وما يتكعبلش في الهراطقة وفي المبتدعين والتعاليم الغلط يتجاوز ده كله ويركز على حياته وتبته رسائل يحنى الأولى والتانية والتالتة الأولى بالأخص بتركز على المحبة والمحبة كثمرة للحياة المسيحية إذا أمنت بالمسيح له المجد كإله متجسد ودخلت في نعمة العهد الجديد لازم التعبير ده يكون أساسي عندك أنه ثمر الروح محبة تحب أخوك ولو ما عرفتش تحب أخوك يبقى مش بتحب ربنا ولو ما عرفتش تحب أخوك بأنت لسه عايش في حياة ميتة أو في موت حقيقي ما هواش حياة رسالة يهوزة بتنبهنا للتعاليم الخاطئة وشغل الهراطقة وتحذرنا من يبقى آخر سفر هو سفر الرؤية وده السفر النبوي الوحيد لأنه في روح النبوة للتنبؤ عن المستقبل يحنى الرأي هو يحنى الحبيب أو يحنى اللهوتي التلميذ المحبوب لربنا يسع له المجد والوحيد اللي قاعد لنهاية القرن الأول كشاهد للمسيح سفر الرؤية يؤكد أن المسيح هو الله المتجسد بظهوره في المجد لأنه أول السفر يحنى بيشوف المسيح على عرشه يشوف الملايكة ويشوف المجد ده كله سفر الرؤية مجموعة من الرؤية اللي بتحكي لنا رحلة الكنيسة من الأرض لغاية السماء بما تحمله من عذابات والطهدات وعلام هنستعرض الأصفار دي في الحلقات القادمة وبنفكركم أن فيه ميل للبرنامج نحب نستقبل أسئلتكم إن كانت عهد قديم أو عهد جديد ونرد على أكبر عدد من الأسئلة بنعمة ربنا لإلهنا كل مجد وكرمة إلى الأبد أمين